خلوني أخدكم ونروح لتقرير حلو هو حوالين إيه؟ محافظة البحيرة نظموا إمبارح ندوة تحت عنوان اختار كليتك وبالنسبة ده ليه علاقة بالفقرة بتاعتنا برضو بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية طيب ليه؟ عشان بنلقي الضوء على طبيعة الكلية المختلفة والبرامج الدراسية وبالتالي تؤهلك إلى المجالات المختلفة اللي أنت نفسك فيها وهتكبر فيها وتبدع فيها وهكذا ويحصل عملية توعية وتسقيف لطلاب السنوية العامة اللي بتخرجين من السنوية العامة دول اللي بتخرجوا من المدرسة علشان خاطر وهو داخل الكلية وهو داخل الجامعة يبقى فاهم هو مقبل على إيه ويتشرح له بقى المعايير الأساسية اللي بناء عليها يتعمل الاختبارات علشان خاطر يتقبل في الكلية دي ويروح لأنهي الكلية ويقدر يختار تخصصه ويكبر فيه شوف التقرير ده حلو وعجبني ويدخل الدماغ احنا بنعتبر ده منطقة الطلاب ولادنا كلهم يعرفوا ايه هي امكانيات الجامعات وامكانيات المعاهد عشان يقدروا يتواصل معه لأنه كتير جدا احنا بنلاقي اولادنا بيسألوا بحيث عايزين يعرفوا الاماك عشان يقدر يختار المناسب لمكانه لميوله وعشان يقدر يستفيد بيها لأنه لازم نبقى منين حسابنا انه في المستقبل القريب ولادنا اللي احنا بنشوفهم دول هما الحشين مسؤولية البلد في المستقبل القرائع طبعا النادوة دي للعام التاري على التوالي بمحافظة البحيرة احنا بنهدف من النادوة دي ان احنا نعرف أولادنا الجامعات الجديدة اللي موجودة اللي في خمط الرئيس افتتحها للعام الماضي السنة دي بالذات والجامعات والكليات التكنولوجية اللي موجودة وبنعرفهم بكل الجامعات والمميزات اللي موجودة في كل جامعة كل جامعة بتعرض مميزات اللي عندها لأولادنا وعشان خلي الطالب يختاره المجال اللي بيحبه جامعة العلمين الدولية حيابة تبع حريصة ان هي تشارك في جميع الندوات الممثلة علشان تعرف الطلبة على التغييرات اللي تمت فخرية التعليم العائلة في مصر على البرامج المتميزة لموجودة في جامعة العلمين الدولية في واحدة من المدن الجديدة في مصر المدن زكية في تنافس بين الجماعات في التخصصات المختلفة ودي أهميتها في تعريف الطالب في بعض مثلاً أبناء الطلاف السنوات العامة ما بيعرفوش مثلاً تخصصات أو إيه الجديد في التخصصات اللي بيفتهم وممكن يلتحق به وأهميته في سوق العمل اللي تحقوا بسوق العمل إحنا بنيجي هنا عشان نعرف الشرائق الطلبة عن المجالات اللي متاحة في جماعة العالمين وبنيجي من عرضها بطريقة مختلفة شوية عن أي جامعة قدمتها إن مش الإدارة هي اللي بتيجي نتكلم إحنا كطالبة مررنا بتجربة نفس كنا في مكان الطلبة التانيين دول فشوية ببقى فيه سواء نوع من أنواع الكنكتما بيننا إنهما يفهموا شوية عن كل كلية الندوة ديات حتعرفنا للكليات نظام الكليات جامعة فاروس مثلاً الجامعة اليابانية جامعة دامنهور اسكندرية فإحنا هنستفيد برضو من الندوة ديات نعرف نظام الجامعات ماشي إزاي الحاجات دي كلها بالنسبة لأكتر خطأ شائع الطلبة وتقع فيه إنهما مش بيسيفوا رغباتهم بعد التسجيل اللي هو خلاص أنا هدخل على الموقع هكتب رغباتي مع السلامة كده مشيت خلاص لأ أنت لازم تعمل سيف للشغل بتاعك أنت كده كأنك مأدنمتش لو عملتش سيف اشتركوا في القناة